السلام عليكم ورجعنا لكم في دي جديد اي تحديث ينزل الجدي اي اونلاين يجيب معه عدد من السيارات والطيارات الجديدة خصوصا لما نتكلم عن اكبر تحديث باللعبة واللي جاب اكبر طيارة باللعبة والمعروفة برو 86 الكونوست بسعر يوصل ل 4 ملايين و 350 الف تقدر تاخذها بسعر الخصم 3 ملايين و 262 الف اذا استخدمتها في المهمة النهائية على الجزيرة يعني بتوفر مليون تقريبا بعد ما تشتريها بتروح للهنقر وما توقع تشوفها موجودة لانك لازم تدخل للكمبيوتر وتجيبها من التخزين وهنا المشكلة الطيارة جدا كبيرة لدرجة انك ما تقدر تخزن اي طيارة ثانية معها حتى لو في مساحة على اليسار تحت بعيد عنها اذا اخترت اصغر طيارة عندك على اطول بتختفي الجديدة يعني باختصار ما تقدر تخزن غيرها بالهنقر وبتاخذ اماكن كل الطيارات لكن مو مشكلة ابدا لانك بتقدر تطلب اي طيارة حتى لو كانت بالتخزين والفرق الوحيد هو شكل الهنقر من الداخل طيب ننتقل لتعديلات الطيارة ونشوف ايش عندنا وبعدها ناخدها ونجربها اول شي تقدر تطور الدروع بخمسين الف كاونتر ميجورز واول اثنين يساعدوك تهرب من الصواريخ الحرارية والباقي عبارة عن دخان عادي وفي عندك اكثر من لون تقدر تعدل المحرك وسرعة الطيارة اربع انواع للمتفجرات والطيارة اصلا تجي باخر نوع اول ما تشتريها يعني ما تحتاج تدفع اي شيء هندلينغ وهي طريقة التحكم بالطيارة شخصيا افضل الاخير خصوصا على الطيارات الكبيرة عشان تقدر تلف اسرع 11 نوع ليفري واول مرة اشوف طيارة كل الرسومات عليها كويسة بل العادة يكون فيه نوع او اثنين والباقي مسحب عليه لكن هنا كلها مناسبة فمو مهم بصراحة اي واحد تختار اخيرا عندنا تغيير اللون الاساسي واللون الثانوي مع اني ما اشوف اي الوان تتغير طيب نطلع لبرا ونشوف الحجم المجنون لهذه الطيارة واللي ما اخذى المدرج بل كامل من الداخل ما في اي شيء مميز وتقريبا نفس تصميم طيارة بومبوشكا او فولاتول لكن الشيء الرهيب بهذا الطيارة هو سرعة الاقلاع لانه مع انها اكبر طيارة باللعبة الا انك تقدر تطير خلال ثواني بس من المدرج يعني ما تحتاج تمشي اصلا اول ما تشغل المحركات بترتفع بطير بالجو وهذا الشيء ما شفناه بالطيارات العادية لكن نتوقع ضفوه بهذا الطيارة لان حجمها كبير وما في مساحة انك تمشي الى اخر مدرج فيه كم شغلة بخصوص حجمها والاخطاء البرمجية فمثلا اذا المست البحر لجزء من الثانية بتجيك رسالة من التأمينات ان طيارتك تدمرت وتقدر تطلبها مرة ثانية والطيارة اصلا ما صر لها شيء وانت لسه تسوقها وكأنها جديدة تماما وهذا الشيء ما شفته في اي مركبة ثانية يعني انا اعرف ان الرسالة تجيك وقت خلاص تخرب الطيارة وما تقدر تشغلها لكن هنا اول ما تلمس البحر وتطلع على طول تجيك الرسالة وطيارتك لسه ما صر لها شيء فهذا واحد من الاخطاء بالطيارة الخطأ الثاني انها مصنفة من الطيارات الكبيرة او large وهي اصلا اكسترا large بمعنى ثاني مصنفة على حجم فولاتول او بومبوشكا وهي بالحجم اكبر منهم وبسبب هذا الخطأ الطيارة بتنزل في اماكن صغيرة وما تكفيها وتشوفون هنا مثلا كيف الكفرات معلقة بالجو والجناح داخل جوه الجبل في بعض الوقات بتنزل في اماكن ما تقدر تطير منها لان الطيارة اكبر من المدرج او المكان اللي بتنزل فيه بالنسبة للسرعة والتحكم فممكن تتفاجأ لكن التحكم جدا سهل وعلى طول تقدر تلفها وكأنه معك طيارة صغيرة وهذا شيء رهيب خصوصا على اكبر طيارة باللعبة بالنسبة للاسلحة فما عندك غير انواع المتفجرات اللي تقدر تضيفها من الهنقر وغيرها ما في اي انواع اسلحة ثانية طبعا اذا خلصت القنابل اللي معك لازم ترجعها للهنقر وتطلبها مرة ثانية عشان تعبيهم طيب ننتقل المميزة الاساسية بهذه الطيارة واللي هي الاختفاء عن اللاعبين وتشوفون بالخريطة عندنا خطوط فوق بعضها واللي تحسب لك ارتفاع الطيارة هذا الخطوط تحدد لك اذا تبي تختفي او لا بكل بساطة اول ما تطلع فوق الخط الثاني بتبدل علامة تلمع على الخريطة وهذا يعني انك اختفيت ومحد يقدر يشوفك طبعا يقدروا يشوفوك اذا عديت من فوقهم لكن على الخريطة انت غير موجود بوريكم مش اقصد شوفون حاليا هذي الطيارة عندنا لان صاحبها ماشي تحت الارتفاع المطلوب ولكن اول ما يبدأ يطلع على طول بتختفي الاشارة وتصير نفس الهليكوبتر اكله فما اعرف اذا كانت هذه الميزة مفيدة او لا لان الطيارة حجمها جدا كبير واي شخص يقدر يشوفها لكن تقدر تستخدمها عشان تختفي من الخريطة لفترة محددة فيه كمان عندنا ميزة ثانية بهذه الطيارة واللي هي انك تقدر تمشي بدون محركات اي نعم انت لو طفيت المحركات بالجو تقدر تمشي لمسافة جدا طويلة قبل للطيح وتنفجر واذا شفت انها بتصطم بشي ما علي غير تشغل المحركات وبترجع لاعلى سرعة خلال ثواني فيعني اذا خرب عندك محركة او اثنين او خربت كل المحركات ما عليك فيها اسحب عليها لان الطيارة تمشي لمسافة جدا بعيدة بدون اي محرك اخيرا بالنسبة لقوة التحمل فبتمفجر بعد ثلاث صواريخ حرارية وهذا مع شراء الدروع من داخل الهنقر يعني اتوقع انها بتنفجر بعض صاروخين اذا ما اشتريت الدروع فاذا تبي رأيي بهذه الطيارة انا ما انصح تشتريها لان عارف انك بتخزنها وتسحب عليها واربع ملايين وثلاثمية الف ما يعتبر رقم صغير وانما خسارة كبيرة على هذه الطيارة من هنا اكون وصلت نهاية المقطع يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو جديد اذن الله